اولا ولا بدوي يملك قطعة من الأرض متفق على مخطط بربر لأن ينفي مخطط بربر ومن يجلسوا في هذا المخطط ومن يعمل بتأييد أو بغير تأييد لصالح بربر من البدو عرب النقب عامة وأهل السر خاصة لهم ارتصال عضوي متواصل دائم قوي جداً مع الأرض البدوي معني يعيش عنمط الحياة العشائرية البدوية معني في قرية زراعية اللي يعتاش من تربية المواشي من فلاحة الأرض من استغلال الأرض حتى يعيش هو أولاده حياته منه إذا استمر هذا الجدل وهذه السياسة التي تحرم الناس أرضهم وتسلبهم أرضهم أنا أرى أن سقف النظال سيرتفع أكثر وأكثر أنا أرى مواجهات عنيفة جداً أرى حالة من الفوضة لم نشهد لها مثيل في السابق وأرى استدامات كبيرة جداً التي لم نشهدها في السابق كل بيوت القرية حتى الآن يوجد عليها أوامر هدم يعني أحد هذه أوامر الهدم هذه معلقة على الباب الذي ورائكم الإعلام الإسرائيلي ولا مرة بالنسبة للعرقيف أحكوا كلمة واحدة صح سلطة التخطير أشبه ما تكون بسلطة عسكرية أمنية تكون بكل إجراءاتها بخفية عن الناس عن أنظار الناس السكان عرب النقب غير مشتركين في التخطير هذا خسرنا الأرض وسومنا على الأرض خسرنا وجودنا في هذه البلاد وهذا ما تدور عليه سياسة دولة إسرائيل تستخدمها بشكل مغرض على أساس أنها تسوق الفكرة تبعاتها وتستغلها لنهب الأرض وسلبها وتقول أن البدو وتدعي أن البدو رحل وليس لهم علاقة بالأرض ولا ما يكون لهم أيام الأيام ملكية على الأرض البدو ولا مرة رفضوا التعاون مع الحكومة على الحياة ونمط الحياة البدوية الحكومة لم تشارك الناس الحكومة لم تأخذ رأيهم يعني الحكومة تعمل ما تشاء مخطط إفرفر هذا تدمير لحياة البدو وليس عمار إلى البدو وتعمير على الأرض ويقلبوا أن نقب إلى جنة خضرة وليس عمار إلى جنة خضرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة